فإذن نحن نتكلم على ولادة يسوع المسيح في ملء الزمان وهذا عن طريق الروح القدس وهذه ما نسميها معجزة التجسد أن الله اختار مثل ما يقول كتاب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد هذه الكيفية وهذه الطريقة اللي الله تواصل اتفاعل وتعامل لأن الإنسان حاول يصل إلى الله لم يستطع لا بتقوى ولا بالذبايح ولا بالبر ولا في أي وسيلة أخرى فهذه مبادرة إلهية عندما أخطأ آدم وحواء كانت المبادرة الإلهية أنه ألبسهما أقمس من جل وعندما عجز الإنسان والنموس والشريعة فتحت الإنسان وعرت الإنسان وقالت عن الإنسان أنه خاطئ لكن الشريعة لا تخلص فالمخلص هو الشخص وهذا هو يسوع المسيح اللي تجسد في ملء الزمان جاء واتخذ جسد حتى مش يكون سوبرمان بس يورينا تعليم متفوقة ومعجزات خارقة لكن كل الغرض من التجسد أن يقدم فداء كامل وخلاص كامل فإذن هذه الحقيقة المجهولة كثير مرات مكتوب أحبائي إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله لكن هذا إعلان هذا عمل إلهي الله اللي في القديم قال ليكن نور فكان نور هنا يقول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح قال يسوع من رآني فقد رأى الآب مكتوب عنه أحبائي في العبرانيين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم ترجمة نانسي قنقر